طيب يعني خليني يعني أدري شمحتك بنا ما إحنا وقعشين بعض بقى خاص بمستقبل الكرة المصرية يعني في الفترة اللي فاتت كان فيه كلام على أن فيه تفكير لتقليل عدد المحترفين في مصر وسط اللواء وبالتالي هل بتشوف ده ممكن يبقى يعني في صالح الكرة المصرية لما بتشوف الدوري السعودي مثلا دلوقتي عنده عدد كبير من ملعبين المحترفين وبالتالي بيوصل لكسل عالم مرتين بيقدم كرة حلوة الدوري السعودي دوري قوي وانتوا كربطة أندية بتحاولوا يعني تخلوا الدوري المصري ليه شكل مختلف وقوة مختلفة وقيمة سوقية مختلفة هل تفكير في تقليل العدد اللي لعبين المحترفين ده ممكن يفيد الكرة المصرية ورأيك حدثك في النقطة دي بازاي والله قدر محمد فيه ناس أكثر مني فهما في الفنيات في الكرة أعتقد أن المفترض وأن افتحاد الكرة دايما بنقول وبنعرض لما نكون عاوزين نعمل حاجة لما لك ماش فيه احترافات أو احتراف لحراس مرمى في مصر وجهة نظر كل واحد كان لك بعاوز يعمل فكرة جديدة يقول لك أنا عملت حاجة لكن أنا وجهة نظر هي أنك لما تيجي تعمل أو عاوز تعمل حاجة زي كده تجيب الناس المحترفة أو الناس القدامة من اللعبة اللي احنا كنا نتفرج عليها وكابتن عالب وكليشة وكابتن خاطيب وفي نوع من المحاكاة معهم ايه أفضل الطرق في احتراف عدد المحترفين في الكرة في مصر أعتقد دي كلهم أو النجوم الكبار دون بعدوا شوية عن الساحة فهيبق قرارهم أو رأيهم أصوب لأنه ملغمش بصلحة في حاجة غير كده كابتن كل واحد عاوز ينفذ اللي في رأسه واللي في دماغه عشان يقول أنا عملت حاجة لكن أنا أقول لحضرتك أعتقد يعني دي العشرة خدازه أنك تجيب الناس النجوم الكورة الرموز الكبيرة دي كابتن طهر سنعيه لناس اللي فعلا كابتن فاروق عفر أنك أنت تيجي وقال كابتن ملعب حميد يعني تجيب الناس المحترفة دي والناس اللي مسلت نصر وكابتن مصر ومصير محاكاة في كافية الاحتراف في مصر أنا أعتقد يعني معك قابتن محمد يعني شايف أن الفكرة حتى لو كان متواجد يجب أن يكون فيه مناقشة من خبراء الكرة المصرية من خلال نجومنا الكبار اللي عندهم خبراء في نفس الوقت ما عندهمش أصلحة يعني غير الفايدة لا ما ينفعش كل واحدة قابتن محمد دي يعني أنا أعجزنا حضرتك في اتحاد الكرة جينا قولنا عاوزين موضوع المدرب اللي بيسيب النادي ما يدربش نادي في نفس الموسم صحيح فكانت وجهة نظر وكان بيكلم فيها دكتور محمود سعد كالمدير الفني وبنتكلم في الموضوع أنك أنت بتدرب نادي هتسيب نادي انبي ما تروحش وادي دجلة في نفس الموسم ده وجهة إلا إذا كان النادي هو اللي استغنى عنك يعني برضو فيها مشروطة يعني أنت بتتكلم ليه؟ عشان يبقى فيه نوع من يعني في المصداقية النهاردة أنت أنت بتدرب نادي بكرة أنت ضد النادي فبنقول في الموسم الواحد ما نفعش المدير الفني يدرب أكتر من نادي وجهة تتظر بس لما جينا نلاقش على كابتن قولنا برضو نجيب زو الخبرة عشان ما نباش واخدين القرار كده يعني عشوائي فلأنا بكلم حضرك عليه من حقنا برضو أن رموز الكرة دول نشركهم في القرارات اللي هي مصرية في الاحتراف هاتمنت لاختخاذ القرار السليم اللي احنا نشوف فيه الكرة المصرية في أحسن حال ستلقوا ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق من خلال ربطة الأندير حبيبا كم ستلقوا شكرا شكرا